السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بيكو طلاب الصناوية العامة ده أرضا نبدأ مع بعض في حال كتاب بنك الأسئلة والامتحانات التدريبية للمراجعة النهائية كتاب الامتحان في الفيزياء أتمنى أن يكون تستفيدوا به وأتمنى تركزوا بالزبط في خطوات الحل معنا عشان تبقى قادر تراجع وقادر تحل أي سؤال بإذن الله بعد فهمك لطريقة الحل طبعا نظام المراجعة المتكامل اللي هو بيكون برعا شرح وحل وامتحانات وكل حاجة المفروض نحن عايزين نعرفها والخطوات بتاعتها في الفيديو اللي فات اللي هو إزاي نرم الفيزياء في شهر 4 و 5 لازم تكون شايفه برضو علشان تبقى عارف انت المفروض تعمل إيه بس احنا الوقت نحل كتاب الامتحان لأنه كتاب المتواجد المفترض مع كل الطلبة هنبدأ حل فيه من الفصل الأول كل أسبوع بإذن الله نحل فصل لغاية ما نخلص التمن فصول وبعد كده نبدأ في حل الامتحانات النهائية نكون تقريبا على بداية شهر خمسة يكون معاد المناسب لحل الامتحانات النهائية وده الترتيب اللي ماشي بالكتاب إن احنا عندنا أسئلة على كل فصل أول فصل تقريبا مية وعشرين سؤال أو حاجة زي كده وبالترتيب وإحنا ماشيين الحديثة الأسئلة بتاعتها طبعا تبقى قليلة فهنخلصها أسرع يعني كل أسبوع ممكن نخلص فصلين على أساس نبدأ في خمسة في الامتحانات أو بمعنى أصح بعد العيدة على طول هنبدأ في حل الامتحانات أتمنى كل طالب يشاركي فيديو مع زميرة عشان الكل يستفيد ويلا بينا عشان نبدأ نحل مع بعض بس قبل ما نحل يريد وراء وقلم كده عشان أنه تقعد وبتسمع حيات لو سمعتها الأول مرة تكتبها وتسجلها وتفهمها سواء معلومات فيزيائية في المنهج بتاعنا أو معلومات رياضية إضافية للطلبة اللي بيقى عندها مشاكل في الرياضة أو مش متعود على الطرق الحل الأساسية اللي احنا بنحل بيها فإلا بينا نبدأ مع بعض عشان ما تطولش عليك وأكتر من كده قبل ما نبدأ حابب بس أقول أن الحل بتاعنا بالخطوات اللي احنا بنكتبها تكون موجودة في جروب التليجرام بنبعتها مع الفيديو مباشرة بحيث وانت متيت تراجع الفيديو تاني أو انت بتقرأ الفيديو وتلاقي الإجابات معاك بحيث تبقى توفر عليك بس الوقت ويق المجهود بس ده مش معناه أن انت بتاخد الإجابات عشان تحفظها زي ما احنا متفقين انت وقت المفروض قاعد تفهم ازاي تعرف تحل في الله بينا نحل نبدأ بأول سؤال مع بعض كده هو مقسم لنا هنا طبعا الأجزاء بتاعت كل درس على كل موضوع زي ما احنا كنا تكلمنا على الفيديو بتاع الكتاب وكان من ضمن المعلومات اللي احنا تطرقنا لها هل نحل أسئلة متكررة تاني يعني الكتاب ده في سؤال ده احنا فاكرينه طبعا من كتاب الأسئلة الأساسي فالكتاب ده او السؤال ده متكرر هل منحل الأسئلة المتكررة او منحل الأسئلة المتكررة للتذكر وللاستفادة منها ما فيش فيها اي مشكلة والغرض من الحل احنا قلنا بالتفاصيل في الفيديو اللي انا المفروض هسيب لك الرابط بتاعه ولوقتي في وصف الفيديو قطي يظهر قدامك على الشاشة اللي هو في مراجعة كتاب الامتحان التفاصيل المفترض اللي نعملها في فترة المراجعة علشان بس ما دهاش وقت الفيديو اكتر من كده السؤال هنا الاول بيقول الشكل المقابل بيمثل مقطع من موصل يمر به طيار كهربي فاي من الاختيارات التالية يعبر عن العلاقة بين شدة الطيار عند المقاطع اكس وواي وزد طيب السؤال هنا جايب لك شكل المقاطع مختلفة مساحة المقطع علشان انت تقوله الطيار هيكون متغير ولا متساوي زي دول كده فبساطة كده السؤال لازم ما نتخدعش بالمقطع اللي هو بالدهولنا لان الطبيعي في السؤال هو عايز يميز ما بين الطالب اللي فاهم العوامل يتوقف عليها الحاجة دي ولا لأ انت فاهم الطيار بيعتمد على ايه ولا لأ هتوبready طيب ما نفاهم ان الطيار بيعتمد على المقاومة هنا مساحة المقطع كبيرة فالمقاومة صغيرة فالطيار هيكون كبير وهنا مساحة المقطع اصغر وهنا اصغر فبالتالي الطيار بيقل فبساطة كده تعالى نركز كده وايه اللي بيحصل قدامنا احنا نتخيل كده ان الثلاث اجزاء دول كل جزء عبارة عن مقاومة لوحدها. طب هتقول لي وانا تخيل ليه? او انا تخيل منين? او نعرف منين? اقول لك اصلا هو ده الاساس العلمي لتوصيل المقاومات على التوالي او على التوازي. ليه المقاومات على التوالي? وعلى التوازي بتصور المقاومة. فاتعال كده نفتكر المعلومة اللي احنا بنقولها. ده في السؤال الرقم واحد ان توصيل التوازي. ده عبارة عن ايه? او خلينا نقول بقى التوالي عشان هو ده اللي احنا بنشرحه الوقتي. التوالي عبارة عن ايه? ان هي مقاومات متصلة التوالي. يعني دي مقاومة تانية تالتة. طبعا دي تعتبر بمثابة زيادة طول الموصل. يعني الموصل بدلا ما هوك ينطوله كده اصبح طوله كده. طب ايه اللي بيحصل لما الطول بيزيد? المقاومة بتزيد. اتقول لي طيب تمام. اقول لك طبعا كسالي بقى السلك الطويل ده. مش هو عبارة عن اجزاء مقاومات توالي. تقول لي اه ما فيش فيها مشكلة. ماشي. طب تعال نشوف كده المقاومات التوالي ايه اللي بيحصل للطيار اللي ماشي فيها. لو عندنا مقاومة ار. توالي مع مقاومة. قلنا مسحة المقطع هنا اقل. اكبر فالمقاومة تكون اقل. فانخلينا نقول ان دي تلاتة ار. وبعدين دي اتنين ار. وبعدين نقول ان دي ار. يعني بالزبط الرسمة دي بالمقاومات بتكافئ هذه الرسمة كموصل. تقول لي بقى ايه العلاقة ما بين الطيار اللي ماشي في المقاومة الاولى. والطيار اللي ماشي في المقاومة التانية. والطيار اللي ماشي في المقاومة التالتة. تقول لي والله ده توالي اصلا الطيار ماشي فيهم كلهم زي بعض. الطيار ده هو ده هو ده. يعني معنى اصح الطيار عند المقاومة اللي اسمها اكس والواي والزد. هو طيار متساوي. يعني الاجابة هنا هتكون الاجابة رقم بقى ان الطيار متساوي لان هنا ده يعتبر بمثابة توصيل مقاومات على التوالي طيب وطريقة تانية لزيادة الاقناع فقط لجير مش لتعضيع الوقت ويعشان يبقى عندك كافة المعلومات اللي تقدر تحل بها اي سؤال مهما كانت فكرته ان احنا بنقول ان الطيار الكل بيتناسب مع المقاومة الكلية او بالبالة دي زي ما كنا بنقول دايما ان احنا بنشرح بالعقل والمنطق اي قانون في حاجة لازم الحاجة التانية يكونوا بيوصفوا نفس الشيء يعني الطيار والمقاومة لازم ده طيار كلي وبتتكلم على مقاومة كلية فانت بتتكلم على الطيار اللي داخل لمجموعة مقاومات فاكيد بيعتمد على المقاومة كلية هنا المقاومة كلية هنلاقيها ست طار يعني قيمة سابتة لا تتوير فبالتالي الطيار اللي هيدخل لهم طيار سابت لا تتوير تمام كده تقول لي ازاي يومال دي بتختلف ليه اقول لك هنا بقى بيختلف وفرق الجهد في توصيل التوالي بيتوزع على المقاومات فالمعلومات بتاعتنا لو احنا فاهمينها صح بكل الطرق هنلاقي ان الاجابة بتبقى واحدة في اي سؤال مهما كانت مستوى صعبته ده كده سؤال مهم بالنسبة لنا لان رجعنا به كذا فكرة وبناء عليه كان سؤال مهم من فعش نعديه على الساهل او على السريع السؤال رقم اتنين على السريع بقى معنا ده بتكلم على من اول ما بتشوف شكل السؤال انا معاك هتروح على الاتجاه التقليدي والاصطلاحي وهنها بيقول لك من من الدوائر الكهربية التالية بتوضح الاتجاه التقليدي للطيار اللي هو الاي اللي احنا متعودين عليها واتجاه تدفق الالكترونات الحرة يبقى ده لو اتجاه الفعلي رسمة واحدة فيها الاتجاهين كل رسمة تلاقي فيها ساهمين هنا ساهم الاي طالع من قد بالموجب تمام المفروض الالكترونات طالعا من السالب هو قال لنا داخلها فدي غلط طيب هنا طالع من السالب وهنا طالع من الموجب فخلاص هي بقى لا تكون صح معنا هنا في سؤال رقم 2 بعد كده معنا سؤال رقم 3 بيقول إذا كانت شدة الطيار الكهربي المر في موصل 2 أمبير فإن كمية الشحنة الكهربية التي تمر عبر مقطع معين من هذا الموصل خلال دقيقة يعني نقرأ سؤالنا نكتب معطياتنا فعلا كده نكتب المعطيات على السريع السؤال رقم 3 بيقول إيه السؤال رقم 3 إذا كانت شدة الطيار المر في موصل 2 أمبير يبقى ده كده شدة الطيار فهو عايز كمية الكهربية اللي هتمر خلال دقيقة فهو عايز كمية الكهربية عن الكيو اللي هتمر خلال زمن يساوي كام لا مش بقى يساوي كام ولا 1 دقيقة دهما احنا عاملين ايه بالزبط أول خطوة بنعمل معالجة للمعطيات دي في ادماعنا كده اللي فيها المفروض شوية قوانين وكل ما راجعينهم وملخصينهم قبل ما نبدأ نحل والقوانين دي بتقول إن الآي بتساوي كيو على تي ده اللي احنا بنفكر فيه واللي الكل بيفكر فيه بس الكل ما بيفكرش إن ده الآي لازم يتأكد إنها بالأمبير والتي لازم تكون بالثانية قبل ما يبدأ يحل اللي في عنا بتقابله بالدقيقة في يوم قيل لا أنا هضرب في ستين عشان تبقى بالثانية فيطلع للزمن ستين ثانية كده انت خلصت المعالجة اللي في المائك تبدأ بقى تعوض الخطوة العادية جدا اللي الكل المفروض بيعاملها هنلاقي إن احنا عايزين الكيو مش عايزين الاي فنقلين خلاص هجيب الاي ازاي ده فيه كسور وحاجات تبقى طرفين يساوي وساطين يعني الكيو هتساوي الاي تي طيب الاي بكام باتنين والتي بكام بستين يبقى الكيوب كام مية وعشرين كولوم وفي اختراع اسمه القالة لحسبة عشان ايه من شغلش المائنا في الامتحان علشان احنا هنكون مش ملكزين إنما تشغيل الدماغ بيكون طول السنة حسب الدماغ وزبط الدماغ وخلي الدماغ شغالة احسن من القالة ده طبعا افضل مكتير فتبقى الإجابة مية وعشرين كولوم هنيجي للسؤال رقم اربعة بيقول طيار كهربي شدته عشرة ميلي امبير فإن عدد الكترونات المرة عبر مقطع معين من السلك خلال عشر ثواني هو كام الكترون طب وعدد الكترونات ده موجود في انهي قانون أو بيجي منين أو نجيبه ازاي ببساطة نكتب معطياتنا وبعدين نفكر طيار كهربي عشرة ميلي امبير والزمن عشر ثواني يبقى المعطى رقم اربعة إن الطيار الكهربي عشرة ميلي امبير والزمن اللي عندي عشر ثواني وهو الراجل عايز عدد الالكترونات نرجع معطياتنا تاني كده هنلاقي بالزبط عشرة ميلي امبير وعشر ثواني والراجل عايز عدد الالكترونات اللي هتمر في السلك طب بنعمل ايه؟ هنعمل معارجة للمعطيات دي في دماغنا الاي والتي والان موجودين فين؟ والله لنا عرفوا إن الاي بتساوي كيو على تي بس والله برضو عرف إن الكيو بتساوي ان اي اللي هي عدد الالكترونات في شحنة الالكترون فحننقدر نحط الان اي مكان الكيو فنستنتج ان الاي بتساوي ان اي على تي هنلاقي إن الاي معطى والتي معطى والاي شحنة الالكترون سابت بيكون معطى والان عدد الالكترونات بيكون ده المطلوب طيب نجيب عدد الالكترونات ده ازاي قدامنا طريقتين ايه ما نعمل برضو طرفين يساوي وساطين يعني الان اي هتساوي اي تي وعلينا قولنا نعايز الان فاقسم على اللي جنبها فيبقى عندي الان بتساوي اي تي على اي وبس كده وتعوض مرة واحدة تطلع الناتج على طول بس مع الحاجة اللي احنا ما عملناهش المرة دي علشان اقولك انت مركز معي ولا لا وهي ان انا مفترض قبل ما ابدأ احل وعوض لازم اسأل نفسي الطيار بالانبير ولا بحاجة تانية هنا لقينا بحاجة تانية يبقى لازم نضرب في عشر قس سالب تلاتة التحويل بتاع الميلي للوحدة الاساسية اما الزمن بالسواني فخلاص ابدأ بقى عوض هنلاقي ان الطيار عشرة في عشر قس سالب تلاتة في الزمن اللي هو عشرة على شحنة الالكترون اللي هي واحد وستة من عشرة فعشرة قس ناس تسعتاشر ونحسبها بالقالة الحسبة ونشوفها تطلع معانا بكام هتطلع لنا اللي جابة زي ما احنا كتبناها كده ستة اوروبة في عشرة قس سبعتاشر طيب تعالي نشوف الاختيارات هنلاقي ان في عندنا ستة اوروبة عشرة قس سبعتاشر هي الاختيار بقى فيبقى ده كده الاختيار بتاعنا الصحيح نيجي بعد كده للسؤال رقم خمسة بيقول الشكل الباني المقابل بيمثل العلاقة بين شدة الطير اي المر في موصل وزمن مروره تي فان الشحنة الكهربية التي تمر عبر مقطع من الموصل خلال الفترة الزمنية الموضحة عشر ثواني هي لو وصلنا للسؤال هنلاقي في موطة واحد وهو عشر ثواني اللي يقول ان في موطة واحد ده طبعا مص الإجابة بتاعتك او مص المعلومات اللي في السؤال السؤال اذا كان في رسمة فهي كل المعطيات ان لم يكن يعني هي فيها اغلب المعطيات لو مش كلها فهنا هنلاقي ان الرسمة فيها كل المعطيات يعني ده ما هو الا وصف للرسمة فالرسمة هي فيها كل حاجة كل اللي احنا بنحتاجه من الرسمة حاجة من الاتنين الحاجة الاورانية اللي� li worthless عارفها وهي الميل نحن مليني الاي على التي بتدينا الكيو فاحنا عايزين نحسب الكيو فالكيو هتبقى عبارة عن الميل بتاع بس الفكرة كلها ان انت بتنسى نفسك يعني ايه بتنسى نفسك يعني انت بتنسى ان الاي على التي بيش كيو اسلا انت بس مبرمج دمائك ان الاي ان الرأسي على الافقي mendيك الحاجة اللي هو عايزها وبس إنما المفترض أن احنا نفكر مناء على خطوات أول حاجة نمسألين نفسنا هو الرأسي على الأفق هيدينا إيه هنلاقي آي على تي ما نقولش كيو طيب أنا الناسي ومش فاكر أي حاجة أكتب القانون الأساسي الآي بتساوي كيو على تي وليس العكس فمنفعش أقول الآي بتساوي كيو على تي أجيب منها الآي على تي بتساوي كيو عشان أقنع نفس إن هي واحد لا ما هيش واحد خالص طيب أمال إيه الحكاية كلها إذا ملقنا إن الرأسي على الأفق المش نافع اللي هو الميل مش هو هيدينا اللي أنا عايزه فأنا بشوف المساحة تحت المنحنة اللي هي بتبقى عبارة عن حاصل ضرب الرأسي في الأفقي اللي هو الآي في التي طيب الآي في التي دينا إيه والله يعمل كده طرفين يساوي وساطين هتلاقي إن الكيو بتساوي آي تي يعني الكيو هي حاصل ضرب الرأسي في الأفقي يعني الكيو هي المساحة تحت المنحنة ودي معلومة إحنا المفترض بنحل بيها من أولى سنوية ولكن للأسف في الأغلب مش بيحل بيها بيحل بأي طريقة تانية بيختراعها حسب كل مسألة فزي بالزبط طريقة الميل دي طريقة أساسية فطريقة المساحة تحت المنحنة دي طريقة برضو أساسية طيب ايه هي بقى المساحة تحت المنحنة بنشوف الخط اللي عندنا ده المساحة ما بينه ما بين محور X يعني المساحة بتاعت كل الجزء اللي تحت ده طيب الشكل ده احنا ما نعرفوش أساسا يا مصطر فنجيب مساحته ازاي ببساطة كده هو الشكل المفترض للناتج هيكون شكله كده الشكل ده هو اللي بابده الخط ومحور X المساحة دي عبارة عن ايه هنلاقي ان ده شكل احنا نعرفه قبل كده وهنلاقي ان ده برضو شكل نعرفه قبل كده يبقى الشكل اللي احنا ما نعرفوش ينفع نخليه شكل نعرفه يعني ينفع نقول ان المساحة اللي هي الارية كلها بقى هتسوي المساحة بتاعت المستطيل زائد المساحة بتاعت المسلس والكل عرف مساحت المستطيل طول في عرض قدب طول 10 في العرض 2 يبقى 2 في 10 في 20 زائد مساحت 2 نص في القاعدة 4 في الارتفاع من 2 ل4 يعني 2 يحسب كل ده يديك 20 و 4 يعني 24 وعشرين. يبقى المساحة اللي هي بمعنى اصح كمية الكهربية تساوي اربعة وعشرين كولوم مع مراعاة. احنا كده خلصنا السؤال وطلعنا الاجابة خلاص صرفنا ان هي بقى. ولكن مع مراعاة ان هنا الوحدات تكون اساسية امبير وثانية. ازا كان في تحولات يبقى لازم تحول. انت بتاخد الحاجة الافقية اللي هي العشرة مثلا دي. تاخد بالك هل دي سانية ولا ملي سانية. لو ملي تضرب هنا في عشر اصالب تلاتة. هنا لو الطيار بالميل يتضرب عشر اصالب تلاتة. وهكذا. يبقى نركز في الاسئلة. بالتحديد. بكل خطواتها الاساسية. هنا بقى السؤال رقم ستة. السؤال المعطيات بتاعنا. او الشهير خلاص اللي احنا شرحنا الى اعتبر في رقم خمسة هو انك هتجيب الميل. كيو على تيها تدينا الاي. وهو عايز الاي. فمجرد ما تحسب الميلة يطلع لك الطيار. اللي هو الكل. بيقوم عامله ستين على اتناشر. فتطلع لنا خمسة اللي هي في الاختيارات. نختارها صح. ونمقالين تمام. بس الطريقة دي غلط. هنعرف الصح بتاعها. لما تقابلنا مسألة لازم نحلها بالطريقة الصح. فرقم ستة دي واجب. اوانا حلتها لك اصلا على السريع اللي هو الميل ستين على اتناشر. تدينا خمسة امبير ده كده شدة الطيار. اما اللي احنا هنروح عليه على طول الوقتي سؤال رقم سبعة. سؤال رقم سبعة بيقول موصلان معدنيان اي وبي يمر بكل من هما طيار كهرابي. اي واتنين اي. فانا النسبة بين عدد الالكترونات المرة خلال مقطع معين من كل من الموصلين. خلال نفس الفترة الزمنية. يبقى هو مدينا طيار متغير اي واتنين اي. ومثبت الزمن وعايز الان. طب القانون ده احنا شفناه فين من شوية. نرجع كده للحل بتاعنا. هنلاقيه موجود في القانون بتاع مسألة رقم اربعة. قال لك خلال نفس الزمن مسبت لك الزمن شحنة الالكترون ثابتة. فنلاقي ان الان تتنسب ترضي مع الطيار. يعني بمعنى اصح اللي طياره اكبر هيعدي عدد الالكترونات اكبر. فبالترتيب اي بي اي اتنين اي. فيبقى الان اي على الان بي. واحد الى اتنين زي الطيار بالزبط يعني الاجابة هتكون رقم الف. بس انا مش بحب الاجابة على السريع اللي الاجلب بياخدها ان هي بالبركة او ده ضعف ده خد ده ضعف ده وخلاص. والكلام ده كله لأ لازم نمشيها واحدة واحدة. ايه هي بقى الواحدة واحدة دي? انك هتقول ايه لان الاي بتساوي ان اي على تي نفس القانون. معنا كده عند ثبوت التي والاي. ركز كده بقول ايه? عند ثبوت التي والاي. يعني ما مش سابتين ما ينفعش نقول الكلام ده. تتنسب ترضي مع الان. يعني بالعربي الاي اي عال اي بي. هتساوي الاي اي على الاي بي اللي هو عايزها. هتساوي الاي اي باي. والاي بي باتنين اي. يقسم دي على دي. يدي لك واحد الى اتنين. اللي هي الاجابة رقم آآ باء. يبقى ده كده. اجابة سؤال رقم سبعة بالخطوات. هنيجي هنا على سؤال رقم تمانية وبيقول طبقا للنموذج او لنموذج بول لزارة الهيدروجين يتحرك الالكترون في مصار دائري نصف كتره كزا بسرعة كزا فان شدة الطيار. نصف كتره وسرعة وشدة الطيار وتردد كل ده ما اقولوش علاقة بالمنهج بتاعنا او مش حاجة اساسية في المنهج خالص. فالسؤال ده يعتبر مش علينا ولكن انا احله علشان الطالب اللي بيقى الان من اي نقطة في المنهج حاسس ان هو مش عارفها. وحاسس ان هو لازم يعرفها. فانا هعرفها لك عشان بس تتطمن. اما لو انت خلاص بتصدق ان الكلام ده مش عندك في المنهج. فسيبك منه على طول. وادخل على السؤال رقم تسعة. بس هنقول تمانية برضو على السريع بدون اطالة في الشرح لان الشرح بتاعه زي ما قلنا مش عينة وطويل كاستنتاج قوانين. ولكن بساطة ان ك بتاعتمد على القوانين قبل كده من قوانين الحركة الدائرية بتاعة قولها سنوي. ان اي مصار دائري بقى عندك فيه قانون بيقول ان السرعة بتساوي. اتنين باي ار على الزمن الدوري بتاع الجسم ده. طبعا احنا عندنا الطيار. بيتحرك عدد دورات معينة في اه او الالكترون بيدور في مصار دائري عدد معينة من الدورات. يعني بقى ليه تردد اف مقلوب الزمن الدوري اللي هو اتنين باي ار. التيل اللي تحت نطلقها اف. فاللي احنا نبقى عايزينه الوقتي هو الاف. هتقول ليه? هقول لك هنعرف كمان شوية لان احنا اصلا ما نعرفش لانه ده مش في المنهج بتاعنا. فالاف اللي احنا عايزينها وانت مش عارف ليه الوقتي هتساوي في على اتنين باي ار. هنرفق ليه عايزين الاف وبعدين نرجع نحسابه. الطيار بقانون التردد ان هو اف اي. التردد في شحنة الالكترون. بس كده. يعني على طريقتنا لو احنا عايزين ندخل الاتنين دول مرة واحدة. هنلاقي ان الفي على اتنين باي ار. هنجيبها مكان الاف. فيبقى القانون بيقول في اي على اتنين باي ار. وتعود تعويض مباشر عندك السرعة مص القطر. والشحنة الالكترون والاتنين باي. نعود بهم كده على الالة مرة واحدة. ونشوف هتطلع معنا بكامل. لما نحسبها ان لياه طلع معنا واحد وستة من مية في عشرة قصة سالب تلاتة. بس هو هنا اقلينا تقريبا فنختار العشرة قصة سالب تلاتة. لياه الاختيار رقم جيم. وزي ما قلنا اللي مش فيها من الفكرة اصلا مش علينا في المنهج بس دي للناس اللي بتخاف من مجرد ان هو شايف سؤال حاسس ان هو ممكن يكون عليه. هنيجي بعد كده لأسرة فرق الجهد وهنا عندنا سؤال بيقول في اي الحالات التالية يعبر الساهم عن الاتجاه التقليدي للطيار الكهرابي. يعني الاتجاه بتاع الطيار اللي احنا مستخدمه متعودين عليه. اللي احنا نعرفه ان هو بيجي من الجهد الاكبر الى الجهد الاقل. يعني هنا هنشوف ان لدينا جاية من العشرة الى اتنين فولت فخلاص هي الف صح. من اولها الباقي ده كله تلاقي جاية من الاقل للاكبر. نيجي للسؤال الرقم عشرة بيقول فرق الجهد بين نقطتين عندما يلزم بس لشغل خمسين جول لنقل شحنة كهربية خمسة كولوم بينهما يساوي قانون فرق الجهد الاساسي ان الفي بتساوي الشغل المبزول لنقل كمية الكهربية. فيكون شغل على كمية كهربية خمسين على الخمسة يعني عشرة فولت على طول وبس كده تعويض مباشر في القانون. ونجي للسؤال الرقم حداشر. بتكلم على التعريفات بتاعة الوحدات او الكميات الفيزيائية. آآ فهنا آآ بتكلم على الكولوم. طب الكولوم ده ايه? ويحدد قياس. فالتعريف بتاعة بيبدأ بالكمية الفيزيائية بتاعته اللي هو الكولوم هيساوي كمية الشحنة الكهربية. اللي كل بقى الحاجات اللي موجودة في قانون الشحنة الكهربية لازم تكون الاجمالي بتاعها يساوي واحد. يعني الشحنة الكهربية يا اما. ليها قانونين يا اما الاي تي. يا اما من قانون الشغل آآ فرق الجهد والشغل على كمية الكهربية. باكمية الكهربية والشغل على فرق الجهد. فنلاقي هنا في الاختيارات هنا بتكلم على زمن وطيار فده القانون ده. وهنا بتكلم على شغل وفرق الجهد فهنستخدم القانون ده. نشوف مين فيهم ما يطلع علينا واحد كولوم. فهنا هتلاقي الزمن خمسة وشدة الطيار خمسين. خمسين في خمسة اكيد مش بواحد. وبرضو نصف خمسين اكيد مش بواحد. فيبقى القانون التاني الشغل على فرق الجهد. خمسة على خمسة من عشرة مش واحد. اما خمسة من مية على خمسة من مية. اه اكيد بواحد فالاجابة هتكون دال. بنجل السؤال رقم اتناشر على السريع هنا عندنا دايرة بيقول ان فيه عندنا بطارية وفيه مقاومة وفيه جهازين اسمهم اكس وواي بسألنا على الجهاز بيبقى متوصل اه فين بيبقى انهي جهاز لان هنا ما عرفش اكس وواي ما جهيل او مجهول اكس ومجهول وي ما نعرفهمش. وبرضو مش بسألك الجهاز اسمه ايه ولكن بسألك وحدة قياسه ومش كمان وحدة قياسه مباشرة لا دا وحدة قياس مكافأة. فاحنا هنمشي بالترتيب. ايه اللي بيبقى على التوازي? فولتاميتر. يبقى اكس دا فولتاميتر. طب الفولتاميتر وحدة قياسه ايه? اما الفولت مش موجود. يبقى خلاص اشوف قانون تاني زي مثلا ايه? زي مثلا القانون الاساسي بتاعه انه هو شغل على كمية كهربية. يعني جول على كولوم. في جول على كولوم? اه في الاتنين دول جول على كولوم يبقى هي جيم او دالي. طب الجهاز واي توالي مع اي حاجة يعني بيس طيار. طيار يعني فرق جهد اه يعني شد الطيار يعني امبير. مش موجود. طب خلاص اشوف حاجة تانية. زي كيو على تي. يبقى كولوم على سانية. طب انا سانية على كولوم بتنفعنيش. طب ايه علاقته بالفولت والاوم? هلاقي شدة الطيار بتساوي فرق الجهد على المقاومة يعني فولت على اوم. فنلاقي ان الاجابة الصحيحة هي رقم جيم. ان دي وحدات القياس المناسبة لكل جهاز من الاجهزة اللي عندنا. ونيجي على السؤال رقم تلاتاشر. جايب لنا العلاقة ما بين فرق الجهد والزمن. ايه اللي بيحصل لها? ويه المشاكل دايما اللي بتحصل في الاسئلة اللي زي دي. هنا بيقول ان فيه فرق جهد عبر مقاومة اومية بيسري فيها طيار سابت الشدة. والزمن تيه عند سبوط درجة الحرارة. يعني بمعنى اصح. الناس اللي بتختار بناء على الاصل ده طيار مستمر او ده مش عارف ايه? لأ انت لازم تكرر السؤال بدقة. هنا ما ينفعش اقول ان فرق الجهد سابت الا ازا كانت عامله سابتة. اولا ان هو يكون مستمر فهو مستمر. قال لك الطيار سابت الشدة والزمن او سابت الشدة. يعني ما فيش تغير في الطيار. طب المقاومة قال لك والله انا عند نفس المقاومة. عند نفس درجة الحرارة. يبقى عندي مقاومة وعند نفس درجة الحرارة فمقاومتها سابتة. طيارها سابت. يبقى فرق الجهدها سابت بمرور الزمن. يبقى العلاقة هتكون الف. دي طريقة التفكير مع عدى زلك هيكون كلام بنتحك بيه على بعض. نيجي بقى الجزء اللي بعد كده وهو قانون اوم. بيقول الشكل المقابل يمثل جزء من دائرة كهربية. فتكون النسبة بين الشغل المبزول لنقل كمية كمية معينة من الشحنة الكهربية. بين النقطتين اي وبي. الى الشغل المبزول لنقل نفس كمية الشحنة بين النقطتين سي وبي. هيكون ايه? طيب نفكر ازاي نفس سؤالنا المعتاد. والله هو عايز الشغل. ايه علاقة الشغل باي حاجة في المسألة? في ناس هتقوم ايلم انهمش علاقة بعض. بس احنا انا ومشينا واحدة واحدة بالخطوات وبالتفصيل تعالى كده نركز مع بعض نشوف ايه اللي هيطلع لنا. رقم اربعتاشر. الشغل قانونه ايه? والله احنا ما نعرفش. سنعرف ان فرق الجهد والشغل المبزول لنقل كمية كهربية. طيب ما الراجل قال لك انا منقل نفس كمية الكهربية. يبقى دي سابتة. يبقى الشغل يتناسب طرديا مع فرق الجهد. طيب وفرق الجهد فين? مش موجود. بس انا عندي ده توصيل توالي. فرق الجهد في التوالي عند سبوط الطيار. يعني ده طيار سابت ماشي في المقاومتين اقول لان ده توالي. فده معناه ان فرق الجهد بيتناسب طرديا مع المقاومة. كل ما المقاومة تكبر كل ما فرق الجهدها يكبر كل ما تعوز الشغل اكتر. وبناء عليه فالشغل والمقاومة بيتناسبه طرديا يبقى الشغل الاول على الشغل التاني بيساوي مقاومة الاول على مقاومة التاني وما تطلعش تجري تقول خلاص فهمت? يبقى اتنين على ثلاثة. ركز وعايز ايه? لانه ممكن يضحك عليك في النقط. عمدك تلات نقط. ممكن يقول لك اي بي و اي سي. صح? فما تطلعش تجري. تعالي نشوف. بيقول اي و بي يعني المقاومة اتنين. يبقى الشغل الاولين اللي على مقاومة اتنين يبقى ناخد الار واحد باتنين. طب المقاومة التانية مين? بي وسي. يعني من بي وسي يبقى هنا تلاتة. طب لو كان ل ايه وسي يبقى اخد الخمسة. تمام كده? يبقى هنا الاجابة اتنين الى تلاتة. يعني الاجابة الصحيحة هتكون رقم باء. وزي ما قلت لكم الخطوات اللي احنا بنكتبها في الورق هتكون معاكم على جروب التليجرام مع الفيديو مباشرة. السؤال رقم خمستاشر بيقول موصل مقاومة خمسة اوم. يمر بيه طيار شداته واحد امبير. طيب لو مر بنفس الموصل طيار اتنين امبير. مع سبوط درجة الحرارة. فان مقاومته تساوي. هنا المقاومة خمسة اوم. هو المقاومة لا تتغير بتغيير شدة الطيار. فالراجل بيسألك لو انا زوجته شدة الطيار للضعف اللي يحصل المقاومة فالمقاومة سبتة. فهتكون خمسة اوم. طيب ايه علاقة السؤال ده بقانون اوم. هو اللي احنا حالينا بيه بالزبط ده قانون اوم. بقول عند سبوط درجة الحرارة. النسبة بين فرق الجهد وشدة الطيار. تساوي مقدار سابت وهو المقاومة. ومنعا عني المقاومة سابتة. ازا زاد الطيار فزاد فرق الجهد وتظل المقاومة كما هي. ونوصل لسؤال ستاشر. في اي من الحالات الاتية تكون شدة الطيار المقارف في المقاومة ار اقل ما يمكن. هنا هنلاحز ار 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 ار. يعني التلاتة الاربعة كلهم نفس المقاومة. فاقل طيار. ايه علاقته بفرق الجهد? الفي بتساوي اي ار. يعني الفي ترضي مع الاي. يبقى اقل طيار هو اقل فرق جهد اللي هو الواحد فولت. يعني الاجابة هتكون رقم الف. نيجي الرقم اه سبعتاشر تتصل بطارية قوتها الدفعة كهربية تمانية فولت. مهملة المقاومة الداخلية. بمصباح كهرابي مقاومة تلاتة واثنين من عشرة اوم. فيكون عدد الالكترونات المرة عبر مقطع من فتيلة المصباح كل دقيقة يساوي كام. نكتب معطياتنا عشان نعرف هنحل ازاي. اول معطى معنا بيقول القوة دفعة الكهربية عن الفي. ده سؤال رقم سبعتاشر. الفي بتساوي تمانية فولت. ليه في ولا في بيا مصر? مش بتفرق ان احنا لسه مدخلناش على قانون اوم لدوائل المولاقة. واولي مقاومة داخلية مهملة. فالفرق الجهد تمانية فولت. وفي عندنا مقاومة تلاتة واثنين من عشرة اوم. فيكون عدد الالكترونات المار عبر مقطع من فتيلة المصباح كل دقيقة. يبقى تي بتساوي سبتين سانية. والراجل عايز ايه? الان. طيب ما السؤال ده? نفس السؤال شفنا قبل كده بس ده خلينا معا قانون اوم. احنا قلنا لو عندنا تي. وعايزين الان بنعرف نجيبها لو عندنا الاي. طيب الاي مش موجودة. طيب احنا قلنا في مبدأ قبل كده بنمشي بيه اي حاجتين بتوع بعض لازم نجيب منهم الحاجة التالتة بتاعتهم. يعني ال في والار ما ينفعش هسيبهم في حالهم. لازم اقول لهم هاتولي بقى حاجة فايدة منكم. يبقى الاي بتساوي في على ار. يعني التمانية على تلاتة واثنين من عشرة. بكم? احنا ما نعرفش بس نعرف نسأل الالة تمانية على تلاتة واثنين من عشرة. تطلع اتنين ونص امبير. بقى اتنين ونص امبير. ده معطى انا جيبته من المعطيين اللي هم بندهم لي. بعد كده خلاص بقى عندي الطيار والتي والان. بنرجع للقانون بتاعنا بقى خلاص اللي احنا لسه شايفينه في المسائل اللي فاتت. اني اي على تي. واللي فاكر واللي مذاكر واللي مركز يعرف ان الان بتساوي اي تي على اي. قلناها بالخطوات المرة اللي فاتت. والمراضي اقولها لك على السريع. ان الحاجة اللي انا عايزها اي حاجة جنبها بقى ديها الطرف التاني مقلوبة. يعني ال اي على تي تبقى هنا تي على اي في الطرف التاني مع الاي. وتعويض مباشر بقى مع الطيارة عندنا اللي هو اتنين ونص. في الزمن اللي هو ستين. على شحنة الالكترون اللي هي واحد وستة في عشرة الصناق اس تسعتاشر. ونروح نسأل الالة هي بكام? ونيجي اولي الاجابة. تطلع معنا الاجابة بتاعة الان عدد الالكترونات هتكون تسعة وتلاتة سبعة خمسة في عشرة قصة عشرين. وده هي الاجابة رقم جيم تسعة واربعة بالتقريب مع السبعة تزود على التلاتة واحد لانها اكبر من الخمسة. سويا الرقم تمنتاشر بيقول من الدائرة المقابلة اي من الاشكال البيانية التالية بيمثل العلاقة بين قرية الاميتر اللي بيس الطيار وقيمة المقاومة المأخوزة من الار في. هنا المقاومة كل ما انا بزودها بان هنا المحور الوفوكي بيزيد. كل ما بزود المقاومة ايه اللي بيحصل للطيار? علاقة عكسية يعني الطيار بيقل. فبزيارة المقاومة الطيار بيقل بقى علاقة عكسية لاختيار رقم الاف. رقم تسعتاشر بيقول الشكل يعني المقابل بيمثل علاقة بين فرق الجهد وشدة الطيار عبر كل من سلكين. السلكين دول ما لهم اه اي من السلكين له مقاومة اكبر. نبقى هنا عندنا فرق الجهد عبر كل من السلكين. اي وبي? على كلنا على حدة انه ده سلك وده سلك. وبيمثل علاقة مين الفي والاي بتاعتهم ومين فيهم اكبر مقاومة. تعال نركز كده هنلاقي الفي والاي الميل بتاعهم بيساوي المقاومة. عرفنا منين? في على اي تساوي ار. يبقى الميل بيساوي المقاومة. شايف الخطوة دي قبل ما افكر? ما اقومش رأي حجري يقوم اي للا اي اكبر او يبقى اكبر. ما انا لازم اعرف الميل بيعبر عن ايه? منين? بقس من رأسي على الافقي. يبقى كده الميل هو الار. يبقى اللي ميله اكبر. هو اللي مقاومته اكبر. فالسلك اللي يزي له مقاومة اكبر هيكون هو الا. لان ميل الخط بيمثل المقاومة او مقاومة السلك. ده كده بنسبة لأسئلة قانون اوم. ندخل بقى لأسئلة القدرة الكهربية والطاقة الكهربية. هنا بيقول فيها الدالة الكهربية الموضحة ازا كانت قراءة الفولتاميتر اشرين فولت. وقراءة الاميتر اتنين امبير. فان القدرة المستهلكة من المصدر تساوي. طب هي القدرة بتساوي ايه? اللي احنا نعرفه ان القدرة تساوي اي تربيع ار وفي تربيع على ار. وفيه قانون اغلب الناس مش عارفها ليه مش عارف انه والفي في الاي. فانا ما اديك الفي والاي. مس بتطلعش تجري تعوض اللي ما تتأكد ان الفي والاي بتوع نفس الحاجة. فانا ده كراية الفولتاميتر اللي موجودة المقاومة يبقى ده فرق جهد المقاومة. وده الطيار اللي ماشي في الاميتر اللي برضو هيمشي في المقاومة. يبقى الطيار وفرق الجهد بتوع بعض. يبقى لو دربتهم في بعض يديني القدرة بتاعة نفس الحاجة اللي هي المقاومة دي. فاضرب اتنين في عشرين يديني اربعين واط على طول. وده كده حسبنا القدرة تعويض مباشر في القانون الاساسي بتاعه. سويا الرقم واحد وعشرين جهاز يعمل على قدرة سبعين واط. فاذا تم تجريل هذا الجهاز لمدة دقيقة. فان الطاقة المستهلكة. معطياتنا ببساطة بكل بساطة. قدرة. وتجريل المدة دقيقة. يعني ستين ثانية. ودي قدرة سبعين واط. فان الطاقة يبقى وعايز الطاقة المستهلكة. طب ايه علاقة الطاقة والقدرة والزمن. اللي احنا نعرفه ان القدرة هي الطاقة المستهلكة في الزمن او في وحدة الزمن. يعني طاقة على زمن. يبقى الطاقة تسوي القدرة في الزمن. يعني سبعين في ستين بربعمية وعشرين. رقم اتنين وعشرين. علاقة بيانية. يبقى اكيد لركز من الميل. قدرة واي تربيع. احنا عارفين ان القدرة بتسوي اي تربيع ار. يبقى لو سمنا القدرة على اي تربيع تدينا الار. اكتبها لنا تاني كده واحدة واحدة. القدرة اي تربيع ار. ده الرأسي وده الافقي اللي مضروف في الافقي هو الميل او في رواية اخرى اللي الشعب كله بيكون عارفها وهي الرأسي على الافقي. اديك الميل اللي هو المقاومة. ولكن نبقى نركز لان الساعة بيدينا المقاومة وساعة مقلوب المقاومة وساعة اي ار تربيع زياتي المقاومة وضروبها في حاجة. فلازم نركز بالخطوات مش بالبركة. ما ينفعش تجامل بمستقبلك عشان انت مستعجل وعشان انت متعود تحل بالبركة وكانت بتطلع معاك صح. المهم الميل هو المقاومة. طب انت عايز مين? انا عايز المقاومة. حسيب لي الميل. الشعب برضو عارف ان هو مية على العشرين على طول. قلنا لا ما ينفعش لازم نتأكد ان احنا بدقيه من الصفر. لان الميل فرق الصداط اللي هو مية ناقص صفر. على فرق السنية اللي هو عشرين ناقص صفر. تطلع لنا مية على عشرين اللي هي خمسة. فالاجابة تكون خمسة اموم اللي هي بقى. رقم بقى تلاتة وعشرين علاقة بينها برضو بيشوف العلاقة ما بين القدرة وما بين الزمن. فالأم ام اين هي ايه علاقة الزمن بالقدرة? الاجابة البساطة لانت لازم تفكر في القوانين. القدرة معناها ايه? وهل القدرة تتوقف على الزمن ولا لا? القدرة لا تتوقف على الزمن. اللي بتتوقف على الزمن هو الطاقة. يعني بمعنى اصح فيه جهاز قدرته ان هو بيستهلك عشرين جول كل سانية. طب شايف احنا نقول ايه? كل سانية هيستهلك عشرين جول. يبقى القدرة بتاعته الوقتي وبعد شوية وبعد شويتين وبعد تلات شويات هي نفس القدرة. ولكن اللي بمرور الزمن بيطير هو الطاقة. الطاقة بمرور الزمن بتطير. تمام كده? كل ما بيعدي زمن اكتر كل ما انت بتستهلك طاقة اكتر. فبناءا عليه هنا القدرة بتكون ثابتة مع الزمن لانه بيقول لك. القدرة المستهلكة في موصل بيسري فيه طيار مستمر والزمن تي. عند سبوط درجة الحرارة المقاومة ثابتة والطاقة ثابت. فالاي ثابتة في القانون اللي فوق هول اللي استكتبينه. والمقاومة ثابتة. ازا القدرة المستهلكة ثابتة. نجري السؤال رقم اربعة وعشرين في عندنا سلكين معدنيين وبيدخلنا في موضوع المقاومات. والقدرة. فتعنا نشوف العلاقة بينهم. بيقول مقاومة الاولاني ار ويمر خلال مقطع منه اتنين في عشرة اوزة عشرين الكترون في الثانية. وتساني من قاومته اتنين ار ويمر خلال مقطع منه تلاتة في عشرة اوزة عشرين الكترون في الثانية. فانا النسبة بين القدرة المستهلكة في السلك الاول الى القدرة المستهلكة في السلك التاني. هنا بقى لازم نجيب الورقة ونركز ونكتب قانوننا ونعرف النسب ونختار ونعوض فرقم اربعة وعشرين النسب عندنا بيقول ايه علاقة الكدرة بمعنى اصح بالمقاومة وبعدد الالكترونات طيب معدد الالكترونات ده ليه علاقة بالطيار فيبقى انا لازم اشوف ايه علاقة الطيار بعد الالكترونات وبعدين بالقدرة ببساطة كده الكدرة بتساوي اي تربية ار يعني تتناسب طرد مع الار ومع مربع الطيار طيب احنا لسه من شوية قايلين ان الاي دي بتساوي ايه كنا قايلين ان الاي بتساوي ان اي على تي تم وقالك في نفس الزمن صح كده الثانية طيب خلاص تي سابتة والاي سابتة يبقى الاي بتتناسب طرد مع الان يعني لو انا خدتها كنسب انفع اختصر الاي والتي لانهم سابتين فهيتبقى لنا قدرة الاول على قدرة التاني هتساوي المهم سميها لنا الاول على التاني تمام هتساوي ايه اي تربيع والاي بتعتمد على الان بقى ان تربيع الاولاني على ان تربيع التاني في مقاومة الاولاني على مقاومة التاني طريقة النسب قلنا سابتة في كل حاجة في المقاومات وفي القدرة وفي الكسافة الفيض وفي كل حاجة بناخدها في القانون نقدر نقارن ما بينها فهنلاقي ان النسبة ما بين عدد اللفات اه او اقصد ما بين الان اللي هو عدد الالكترونات هنلاقي ايه اتنين في عشرة وستعشرين وده تلاتة في عشرة وستعشرين طيب منشيل عشرة وستعشرين مع عشرة وستعشرين بانها نسب او بلاش نشيلها تعالى نحطها زي ما هي يبقى الاولاني هنحطها هنحطها زي ما هي لسبب اخر هقوله لك الوقتي اتنين في عشرة وستعشرين ايه السبب السبب ان انا عندي في القانون ان تربيع والشعب كله بينسى التربيع بمورة يحطوا على اخر حاجة لا انت الان التربيع على الان فين الان اهي يبقى كده طيب التانية تلاتة في عشرة وستعشرين اكتبها زي ما هي ثم حطتها في قص ويتحط لها قص اتنين المقاومة الاولى ار والتانية اتنين ار الشيل الار مع الار تطلع لك النسبة ما بينهم اتنين الى تسعة تقريبا اللي هي الاجابة تكون رقم بقى هنحسيبها بدمية فانت تحسيبها على طول بقى بالخطوات تطلع معك صح او بالقالة بمعنى صح تكتب ده على ده بس هي اتنين تربيع باربعة على الاتنين يتبقى لنا فوق اتنين على التسعة فتبقى اتنين على تسعة ده كده سؤال اربعة وعشرين نيجي بعد كده لسئلة المقاومة القربية سؤال خمسة وعشرين بيقول اذا علمت ان المقاومة النهائية للنحاس واحد وتمانية فأشرة أستاذيب تمانية فهي من الاسلاك التالية يمثل سلك من النحاس مساحة مقطعه عشرة ملي متر مربع ودينا الطول والمقاومة السؤال ده من الانواع الاسئلة اللي انت بتقعد تجرب فيها بالخطوات يعني يعني هتجيب الاولاني هتحسب مساحة مقطعه وتحسب مساحة مقطعه التاني وتحسب مساحة مقطعه التالت ومساحة مقطعه الرابع والاجابة الصحة هي اللي بتختارها بس طبعا انت هتحززك لو الاولاني هو اللي صح فانت كده تمام فانا عشان اعمل اللي علي ومن ضيعش وقت الفيديو هحسب لك اول واحدة وانت بقى محززك هتطلع هي ولا لا فهنجيب المساحة بتاعت المقطع بس هنا هتلاقيه بالملي متر مربع فاتعالا نشوف ايه علاقة الملي متر مربع اللي احنا هنحسبه ببساطة كده ادي الخمسة وعشرين مسألة رقم خمسة وعشرين بتقول عندنا مقاومة نوعية وихنا عايزين نحسب الوقتي مساحة المقطع بنائنا على الطول والمقاومة فإحنا عندنا المقاومة اصلا بتساوي رو ايه الل على ايه طب انا عايز مساحة المقطع موجودة في المقاومة طلعها مكان الار وننزل الار مكانها فيجبها رو ايه الل على ار ففا في اول واحد هنحسب الرو ايه واحد وتمانية في عشرة استسالة بتمانية في ال ال اللي هو من دهالنا هنا بعشرة واقسم على ال 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 اللي هو من دهالنا برضو هنا واحد وتمانية في عشرة استسالة بتمانية فنلاقي ان الناتج طلع لنا في الاخر عشرة بس ده عشرة متر مربع طب هل ال عشرة متر مربع هي هيها العشرة ملي متر مربع لا طب ليه لا لان الفرق ما بين الملي متر مربع والمتر مربع هنعمل ايه احنا بنضرب فيه من ملي او خلينا نحاول المتر الملي او خلينا نحاول ده مرة واحدة لان انت كل ده هتلاقي عندك بالمتر فالوحدات هنا سبتها فخلينا نحاول الملي متر هنقول المساحة بتاعتنا اللي هي العشرة ملي يعني نضرب في عشرة أس سالب تلاتة السيرة تربية فبنعمل تربية على أس تلاتة ده ولو مش بتعرف ريضة حاسبها في الآلة تطلعنا في الآخر عشرة عشرة أس سالب ستة يعني عشرة أس سالب خمسة يبقى المفروض المساحة بتاعتنا عشرة أسالة بخمسة طب دي طلع لنا عشرة ما تنفعناش يبقى نشوف مين اللي هتطلع لنا عشرة أسالة بخمسة ونختاره طيب تعالى نجرب بقى بنفس الخطوات بالزبط هنحسب الرقم ده يعني هنشيل كل اللي هنعمله بس هنشيل المقاومة لإنه نفس الطول ونفس المقاومة نوعية نشيل المقاومة الرقم ده ونخليها 18 من 1000 18 من 1000 دي يعني واحد وتمانية في عشرة أسالة باتنين يعني بدلا ما دي سالة بتمانية نخليها سالة باتنين ونشوف هتطلع معنا بكام لو دي سالة باتنين يبقى هنضرب دي في ستة أو في سالة بستة يعني هتطلع لنا عشرة أسالة بخمسة أو نتأكد بها بالقالة تاني على السريع أو مع مع زراتها نحن مفترض نحطها مكان المقاومة هي اللي قمتها متغيرة وليست رو اي دي سابتة سمعشان الرقمين كانوا شبه بعض فتشوف تطلع لنا الإجابة بكم تطلع واحد في عشرة أو سالة بخمسة يعني نفس المساحة اللي هو عايزها فدي هي فعلا اللي هتكون الإجابة صح هي رقم بقى رقم ستة وعشرين جايب لنا علاقة ما بين المقاومة ومقلوب المساحة فالمفترض نحن عارفين المقاومة والمساحة عكسية هيبقى المقاومة ومقلوب المساحة علاقة خطية تزايدية أو طردية سواء الرقم سبع وعشرين بيقول الموصل منتظم المقطع طوله أربعة ونص متر ومقاومة ستة أوم وموصل آخر من نفس نوع المادة الموصل الأول طوله واحد ونص متر ومساحة مقطع وربع مساحة مقطع الموصل الأول فإن مقاومة الموصل الثاني تساوي قراءة الأولية اللي انت بتقراءة بس بتبقى عايز تفهم فكرة السؤال فإحنا مفترض فيهمنا فكرة السؤال إن احنا هنقارن ما بين مجموعة من المقاومات فتعالي نشوف هنقارن ما بينهم إزاي أول خطوة هي كتابة المعطيات أو المتغيرات اللي عندنا في السؤال فالمتغيرات اللي عندنا طول ومقاومة ومساحة مقطع وبناء عليها نعرف ونختار القانون اللي بيقول إن الار بتساوي رو اي ال على اي وعينينا عندنا نسب فبناخد القانون بتاع النسب اللي هيقول إن الار واحد اللي هي المفروض رو اي واحد ال واحد على اي واحد ونقسم على الار اتنين ونروح هنا نضرب في مقلوبها اللي هو رو اي اتنين تحت ال اتنين وفوق ال اي اتنين ده كده القانون اللي بيربط ما بين الحالتين ونشوف بقى إيه المتغيرات اللي عندنا فنلاقي المتغيرات بيقول إن الطول الأول يعني ال ال واحد بتساوي اربعة ونص متر فمقاومة الأول بتساوي ستة قوم والآخر من نفس نوع المادة طبعنا عندي مقاومة نوعية يبقى الرو اي واحد بتساوي الرو اي اتنين التاني طوله واحد ونص متر ومقاومته ما قال هلناش بس سألنا مساحة مقطعه طيب هل مساحة المقطع الأولاني موجودة؟ لا مش موجودة طب بنعمل ايه؟ كل اللي احنا هنعمله ان احنا نقوم إليه مساحة مقطع الأولاني بتساوي مثلا ايه؟ يبقى مساحة مقطع التاني بتساوي هنا بيقولك انها تساوي ربعة مساحة مقطع الأولاني يعني ربع ايه؟ وانا واحد ما بيحبش الكسور فانا بحب أمي خلي ان ده هو الاربعة ايه؟ وام رايح مخلي ده ايه؟ طبعا كده؟ طب لو انت بتتعمل مع الكسور بتحب تتعمل معها عادي او مش بتضيئك او بتعرف تحسبها عشان المشكلة كلها في الناس اللي بقى عمدها كسر متبقاش عارف هتعمل فيه؟ فده الاسلم والاسهل فالمفترض ايه اللي الراجل عايزه اكيد هو مقاومة ايه؟ لان هي الحاجة الوحيدة اللي ناقصها عندنا مقاومة ايه؟ كل بقى اللي إحنا نروح نعمله الوقت تعالي نعوض في القانون معنا مقاومة الاولاني كام؟ قالك ستة قومي بقى تحط له ستة يعني مقاومة ايه اللي إحنا عايزينها طب الروق اي واحد ما نعرفهاش ولا الروق اي اتنين نعرفها بس هو قالك نفس المادة فمنختصر الرو اي واحد مع الرو اي اتنين طول الاولاني مدهلنا اربعة ونص ومساحة الاولاني مدهلنا كام احنا قلنا اربعة ايه وبعدين مساحة التاني ايه وبعدين طول التاني واحد ونص نختصر الايه مع الايه ونحسب عندنا اربعة ونص على واحد ونص يعني تلاتة فيبعندنا تلاتة اربع بتساوي 6 على R2 يعني لو انا عايز R2 بس نعمل ايه 4 في 6 على 3 4 في 6 على 3 يعني 29 على 3 يعني 8 اقوم ده كده مقاومة الموصل التاني وديه طريقة سؤال اي مقارنة ما بين اي حاجتين سواء مقاومات بقى او اي حاجة تانية فيبقى هنا الاجابة اللي عندنا هتكون الاجابة رقم جيم نيجي بعد كده السؤال رقم 28 بيقول فيه سلسة اسلاك نحاسية XY وزد اطولها 1 و4 و2 اقوم على الترتيب فاذا كانت مساحة مقطع هذه الاسلاك متساوية فاي من الاشكال التالية يعبر عن نسب مقاومة الاسلاك هنا هيقول لك اسلاك نحاسية فتقول لي نفس المقاومة قلنا لا نفس المقاومة النوعية ولكن المقاومة هنا هي اللي هتختلف طيب هتختلف بناءا على ايه والله بناءا على عوامل القانون اللي احنا عارفينها الار بتساوي رو اي اللي على ايه بس هو الراجل قال لك كلهم ليهم نفس المساحة ونفس المادة نحاس فالمقاومة بتعتمد على الطول فبالترتيب كده XYZ 142 طيب مين XYZ 142 موجود ايه في رقم G X1 Y4 مربعات والزد مربعين فيبقى هي الاجابة الصحيحة مباشرة نجل السؤال رقم 29 سلك طوله 100 متر ومساحة مقطعه 1 ملي متر مربع ومقاومته فإن التواصلية الكهربية لمادة السلك إنه تعويض مباشر في قانون التواصلية ولكن احنا عشان لسه ما كلمناش عنها واحنا بنحل فنتكلم عنها على السريع نفترض احنا عارفين ان الار بتساوي رو اي L على ايه بس هو الراجل مش عايز المقاومة النوعية عايز التواصلية الكهربية والتواصلية الكهربية مقلوب المقاومة النوعية يعني نقدر اشيل المقاومة النوعية وحط تحتها التواصلية الكهربية طيب احنا لسه متفقيمين شوان لو في حاجة في المقام عايزها اعمل فيها ايه اطلعها مكان البسط ونزل البسط مكانها يعني القانون هيبقى عندنا التواصلية الكهربية بتساوي الطول على المقاومة في المساحة وتعويض مباشرة عن الطول 100 متر والمساحة بالملي متر المربع المفروض تبقى اي بقى نضربها في 10 استسالب كام يلا قولهم ملي سالب 3 تربيع يبقى سالب 6 والمقاومة ما فيش فيها تحويلات وبس كده رقم 30 عند زيارة الطول موصل الى 3 امثال فان المقاومة النوعية عملنا اي حاجة في الطول ولا المساحة فالمقاومة النوعية لا تتوير 31 عندنا العلاقة ما بين المقاومة النوعية ومقلوب التواصلية الكهربية فهي اصلا المقاومة النوعية بتساوي المقلوب بتساويه بالزبط يعني المفترض المقاومة النوعية بتساوي 1 على سجمة طب ده الرأسي وده الافقي يبقى الميل بواحد طب مين اللي التام بتاعته بواحد الـ 45 نبقى لازم يكون عمل لي زاوية 45 السؤال 32 بيقول ميل الخط المستقيم في الشكل الباني المقابل بيساوي مين فرق جهد موصل وشدة طيارو V على آية الدينة الـ R يبقى المقاومة القهربية للموصل يعني الإجابة رقم سؤال رقم 33 بيقول قضيب معدني استواني الشكل لمساحة مقطعه 3 سنتمتر مربع ومقاومة 5 أوم تم سحبه بانتظام حتى أصبحت مساحته 75 من 100 سنتمتر مربع فإن مقاومته تصبح طيب هنا السؤال ده نحله بالخطوات عشان نشوف هنعمل في ايه في حالة ساحب السلك اتفقنا أن اللي بيحصل إعادة تشكيل معناها أن الطير اللي في المساحة بيقابله عكسه في الطول يعني بمعنى صح أن احنا بنقول أن الحجم مسابت والحجم ده بيساوي مساحة في طول فمعنى كده أن المساحة بتتناسب عكسيا مع الطول يعني ايه تجيل في المساحة هنا المساحة كانت الثلاثة بقى الثلاثة اربع يعني قلت طب المساحة لما تقل معناها الطول بيزيد بعكس النسبة يعني لو قلت للنص يزيد للضعف قلت للتلت يزيد للثلاثة اضعف وهكذا طب هنا الثلاثة قلت لكام عشان نبقى عارفين ممكن نعرف وممكن مش لازم نعرف طب خلينا نعرف في حالة عندها نعرف نعرف منين والله كل اللي انت هتعمله انك هتقسم على الالة الحزبة الخمسة وسبعين من مية تقسمها على الالتلاتة فلو اسمت خمسة وسبعين من مية على التلاتة بتطلع معنا ربع يعني ده معناه ان مساحة المقطع قلت للربع طب ما ده معناه ان الطول زاد اربع اضعف يعني ممكن بقى انسيبنا من الارقام وناخدها نسب ممكن نعتبر على الارقام مش هتفرق حاجة يعني ممكن نعتبر ان مساحة مقطع الاولاني بتساوي ايه او خلينا بقى نقول ان هي اربعة ايه وبعدين اصبحت بعد كده ايه بس اللي هي ربع مساحة الاولاني طيب طول الاولاني هي المساحة قلت للربع يبقى الطول بيزيد اربع ضعف فلو طول الاولاني ال فيبقى طول التاني اربعة ال طيب هو نفس السلك صح يبقى الرو اي واحد هي هيها الرو اي اتنين التلات عوامل جبناهم او جبناهم مدينا هو مقاومة الاولاني وهو عايز مقاومة الثاني فببساطة كده هنقول له والله ار واحد على الار اتنين هتساوي رو اي واحد ال واحد على ال اي واحد والتاني بنقلبها هنا بتبقى رو اي اتنين ال اتنين على اي اتنين نفس الموصل يبقى نشيل الرو مع الرو مقاومة الاولاني خمسة التاني انا عايزه تساوي التاني قلنا عليه اربعة المساحة التاني قلنا عليها ايه? ومساحة الاولاني اربعة ايه? نشيل الايه مع الايه والال مع الال هتلاقي متبقى معنا واحد على ستاشر. يعني لو احنا عايزين مقاومة التاني هيبقى طرفين واحد فقار اتنين تساوي خمسة في ستاشر. يعني تقريبا خمسة في ستاشر هتساوي تقريبا تمانين. فيبقى المقاومة تمانين اوم اللي هي الاختيار رقم الف. ونروح على الطريقة التانية من باب العلم بالشيء. ان احنا قلنا بنعتمد على علاقة العكسية. فبدل ما نجيب المطايرات دي فاحنا ممكن نقوم قيلين ان احنا عندنا المقاومة اصلا بتعتمد على التناسب او بتتناسب طردي مع الال وعكسي مع الاي. تمانين ما عنديش التغاير بتاع الطول اشيله الال اللي هي دي. واحط التغاير بتاع مقلوب المساحة مش الطول مقلوب المساحة يباشيل الال وخليها واحد على ايه? فيبقى عندي واحد على ايه تربية. يعني النسبة ما بين المقاومة والمساحة عكسية مع التربية. يعني تقدر تقول ان واحد على الار اتنين تساوي ايه اتنين تربية على ايه واحد تربية وتعوض في القانون ده مباشرة. فسواء الطريقة دي او الطريقة دي ياريف تتحل بيها فانت كده تمام بعد كده السؤال 34 بيقول الشكل المقابل بيوضح دايرة كهربية غير كاملة فاذا كان لديك اربعة اسلاك من نفس المادة ومختلفة في الطول والسمك تم توصيل كل منها على حدة بين النقطتين اكس واي الاميتر تكون له اقل كراءة عند توصيل انهي سلك نركز انه عايز الاميتر اقل يعني اقل طيار يعني اكبر مقاومة فاكبر مقاومة المقاومة تتنسب طرد مع الطول وعكسي مع المساحة فانت عايز اكبر مقاومة يعني اكبر طول واقل مساحة يبقى الطويل والرفيع يعني الاجابة تكون بقى 35 سلك مقاومة اربيا يستهل الكدرة كهربية عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه فيه طب لو سحبنا السلك بانتظام بحيث زاد طوله للضعف طب معناها ايه زاد طوله للضعف معناها ان مقاومة اصبحت اربع اضعاف جبناها منين الفكرة القابلة اللي فياتت سؤال رقم 33 ان الطول زاد للضعف يبقى مساحة قلقة للنص يبقى المقاومة هتزيد للضعف مرة بسبب زيارة الطول وكمان ضعف بسبب نقص المساحة فهتزيد اربع اضعاف او للتناسب الترضي ما بين الار والالتربيع بالطريقة التانية فايه اللي يحصل بقى بالنسبة للقدرة والله احنا بنختار القدرة لها تلات قوانين في اي اي تربية ار في تربية على ار هنا نختار في تربية على ار لان هو مثبت لفرق الجهد فنلاقي ان القدرة تتناسب عكسي مع المقاومة عند سبوت فرق الجهد فهنا المقاومة زادت اربع اضعاف يبقى القدرة هتقل للربع فتبقى الاجابة الصحيحة هي ده القدرة على اربعة هنوقف هنا عند السؤال رقم 35 لان الجزء اي جاية توصيل المقاومات عليه اكبر كم اسئلة على الفصل اه اتمنى اسمع راكو في التعليقات محتاجين نكمل ولا اه مش مستفيدين من الفيديوهات ومنتظرين ايه في الفترة اي جاية واتمنى برضو تشوفوا الفيديو بتاع تفاصيل المراجعة عشان نعرف ان نراجع ازاي واشوفكم فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة